موسيقى مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم من جديد معاكم لتسليط الضواء على إجراءات مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المعنية بالتعاون مع وزارة الصحة لمكافحة فايروس كورونا المسجدة دور كبير يقع على العاتق الهيئة العامة للغذاء والتغذية في مواجهة انتشار فايروس كورونا المسجدة سواء من خلال السياسات الغذائية أو الرقابة والتفتيش تفاصيل أكثر عن هذا الدور نتعرف عليه مع ضيفتنا الأستاذة وجد العثمان مراقب تعزيز التغذية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية أستاذة وجد أهلا ومرحبا بك وسعداء جدا بقبولك هذه الدعوة في هذا الظرف الاستثنائي وأيضا الطالع أول شي شكرا للاستطافة وبعدين هذا دورنا بهذه المرحلة أن نخدم بلدنا بالطريقة الصح ونبي نطمن أكثر شيء المواطنين والمقيمين أن الأمور الحمد لله رب العالمين مستتبا قاعد نشوف أن الحالات ما قاعدة تتزايد أو تتدبل بطريقة سريعة ولا يخافون والهلع اللي موجود لأن الأمور إن شاء الله مسيطر عليها مع مؤسسات الدولة كلها وجهودها اللي قاعدة تقوم بها أعودكم أيضا أستاذ وجدي هناك حالة من الخوف وأيضا الهلع من السلع الغذائية المستوردة من الدول الموبوعة هناك سؤال يتردد بقوة في الشارع الكويت هل ينتقل فيروس كورونا المستجد عبر الغذاء أستاذ وجدي لحد الآن لحد الساعة هذه لأن الدراسات شغالة على طول على موضوع الفيروس لأنه هو مثل ما نعرف أنه فيروس مستجد ما في أي حالة من بداية الفيروس بالعالم انتقلت للإنسان عن طريق أي نوع من أنواع الأغذية فأنا بنطمن كل المواطنين والمقيمين أن الغذاء ما ينقل هذا الفيروس يعني أهم يسمونه باللغة الإنجليزية وعلميا foodborne disease أنه إذا كان يطلع من نفس الغذاء من نفس المادة الغذائية وهذا الفيروس ما لا علاقة بالغذاء وما ينتقل للمصابين عن طريق الغذاء على سبيل المثال إذا تم نقل هذه السلعة الغذائية عبر شخص يشتبه بإصابة فيروس كورونا كم المدة يكون على سطح السلعة هذه يكون على سطح السلعة في أوقات متفاوتة يعني في بعض الدراسات بينت أن خلال ساعات أنه ممكن هذا الفيروس يقضى عليه وفي بعض الدراسات أخرى قالت أنه ممكن يأخذ أيام يعني ليه حد الحين ما فيه وقت معين أنه يقضى على هذا الفيروس لكن الشيء الحلو والمناسب واللي ما يخوفنا كلنا أنه إذا إحنا اتخذنا إجراءات السلامة من ناحية الأكل طهي الغذاء تعقيمة وتنظيفة إذا كان من المصادر مثلا الخضروات والفاكهة وأيضا أنه بالنسبة للحومات خاصة أي منتج غذائي من مصادر حيوانية فقط تطهي إلى بدرجة حرارة مناسبة ممكن أن تقضي على هذا الفيروس لأنه هو ضعيف جدام الحرارة وجدام المعقمات التي ممكن الشخص أن يستخدمها درجة الحرارة التي يعيش فيها فيروس كورونا هي لدرجة الحرارة العادية لكن ممكن أنه بالطهي لدرجة حرارة أعلى من 70 درجة سيليزية ممكن أنه يقضي على هذا الفيروس عشان هذا دائما نقول بالرسائل القصيرة التي نطلع فيها بوسائل التواصل أو بالإعلام أنه يفضل عدم تناول أي نوع من أنواع اللحومات وأنها تكون نيئة أو غير مستوية استواء كامل اللحم الدياي السمتش أو البيض يجب أن يكون مستوي استواء كامل بالإضافة لما يكون أي شخص قاعد يداول الأغذية أو حتى بالبيت يعني بالمطبخ المنزلي يراعي اشتراطات السلامة الغذائية من ناحية انتقال هذا الفيروس من الأغذية النيئة إلى الأغذية الطازجة الغير مطهية التي ممكن أن نأكلها نيئة مثل الصلاة والفواكد هل هناك احتياطات إضافية غذائية يعني يجب وضعها في الاعتبار يعني خلال الحماية من فيروس كورونا على المستوى الشخصي إذا أنت داخل البيت أو حتى مثلا إذا أنت بأي مكان النظافة الشخصية ومثل ما قاعدنا الكل يجتهد بهذا الموضوع أن غسل اليدين بالماء والصابون لمدة عشرين ثانية أو أكثر يفي أن تزال أي فيروسات موجودة أو منتقلة على الأيدي مسح الأسطح بالمعقمات ممكن تقضي على هذا الفيروس فهذه مواضيع سلامة سهلة وممكن أي إنسان أنه تقدم للوعي والإرشادات أنه ممكن يسويها ويقي نفسه من هذا الموضوع سيدة واجزة نتحدث إن شاء الله بعد هذا التقرير عن الإجراءات أيضا التنسيقية بينكم وبين المنظمات العالمية مشاهدين الكرام تقرير عن هيئة الغذاء ونعود لاستكمال الحديث مع ضيفتنا الكريمة مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم من جديد معاكم عبر الأرقام وأيضا الإحصائيات والمعلومات عبر وزارة الصحة بنفسها من المصادر نفسها وأيضا من منظمة الصحة العالمية عالميا حول مرض وتفشي فيروس كورونا المسجد سنكون مع المسؤولين في مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بالدولة لوضع الحقيقة وإجلاء الحقيقة أمامكم ومرد على جميع الاستفسارات التي تعنى بفايروس كورونا المسجدة نرحب مرة أخرى بأستاذة وجد العثمان مراقب تعزيز التغذية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية أستاذة وجد ما هي الإجراءات التنسيقية بينكم وبين أيضا وزارة الصحة والمنظمات العالمية كمنظمة الصحة العالمية والمتعلقة بسلامة الأغذية طبعا من أول ما ظهر فيروس كورونا والهيئة العامة للغذاء والتغذية هي على تواصل مع منظمة الصحة العالمية مع منظمة إنفسان للإطلاع على كل المستجدات التي تحدثت في العالم وأخذت توصيات الأساسية منهم لتطبيقها بالكويت وبتطبيقها على أساس المجتمع الكويتي نحن نعدل بالتوصيات نطبقها بما يتناسب مع المجتمع الكويتي وأيضا هناك اللجنة العليا لسلامة الغذاء والتي هي لجنة متكونة من مجموعة من المؤسسات بالدولة مثل عندنا وزارة الصحة الهيئة العامة للغذاء والتغذية عندنا هيئة الزراعة والثروة السمكية ووزارة التجارة وعدة هيئات أخرى يجتمعون على أساس أن يدرسون أي توصيات ويطلعون القرارات من هذا المنطلق أستاذ وجز هل هناك تعليمات وأيضا إجراءات من جانبكم طبعا تجاه المقاهي والمطاعم طبعا نحن عندنا قطاع الرقابة والتفتيش بالهيئة طبعا هو دوره الأساسي أن يفتش على المطاعم وأي مؤسسة تعني بالغذاء وتداول الغذاء وهذا شغلة الأساسي من إنشاء هيئة العامة للغذاء والتغذية لكن في هذه الفترة كثفت جهودها قسم الرقابة والتفتيش على المطاعم حيث تلاحظين بهذه الصورة لانعرضها هناك أيضا زيارات تفتيشية أكيد زيارات التفتيشية طبعا مثل ما قلت أن المفتشين الموجودين يأكدون على سلامة الممارسات من متداولي الأغذية وهل هم قاعدين يطبقون التوصيات العالمية لسلامة الأغذية وتداولها أو لا هذا طبعا مثل ما قلت عامة قطاع رقابة والتفتيش يقومون فيه مع تكثيف الحملات مع تكثيف التشديد مثل ما قلت حضرتك بتقرير السابق أو بكلامك أنه قاعد يأكدون على الزام المطاعم ومتداولي الأغذية بمعايير السلامة مثل لبس القفازات وتغطية الوجه وأيضا التفتيش على الشهادات الصحية بالنسبة لمتداولي للغذاء بس فيه شغلة أنا حبيت أقولها أنه باختصار باختصار بعض المرات أنه بوجود المطاعم الكثيرة وشركات تهجيزات الغذائية الكبيرة بالكويت ممكن القطاع ما يقدر يغطي هذا الموضوع نحن نعمل من المستهلكين أنه إذا شافوا أي شيء ممكن يضرب الصحة يتواصلون مع الهيئة عن طريق الخط الساخن اللي إن شاء الله رح يظهر على الشاشة أو عن طريق الإنستجرام اللي هو بافن أندرسكور كي دابليو ممكن أن يتواصلون معنا ويقدمون أنه أي ملاحظة أو أي شكوى على أساس أننا نساعدهم فيها وجد العثمان مراقب تعزيز التغذية بالهيئة العامل للغذاء والتغذية شكرا جزيلا لك وضارك الله بجهودكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم